يحتشد سياح في صباح يوم شتوي في ممرات فندق مصنوع من الجليد في أقاصي الغابات السويدية المغطاة بالثلوج ومد افتتاحه في العام 1989 يستمر هذا الفندق الجليدي بجذب الفضوليين يعد هذا الفندق مقصدا شهيرا للسياح في السويد إذ يزوره البعض لتمضية ليلة على سرير جليدية بدرجة حرارة تصل إلى خمسة تحت الصفر متكورين على أنفسهم داخل كيس للنوم في حين يختار آخرون الزواج في داخل كنيسة تضم مذبحا مصنوعا من الجليد أيضا من أصل خمسين ألف زائر يقصدون الفندق سنويا يبيت فيه نحو عشرين ألفا ويختفي الفندق في الربيع نتيجة الذوبان قبل أن يعاد بنائه مجددا في الموسم المقبل